أعلنت حركة حماس أنها تدرس رد إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزة مرتبطة بإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع كان مصدر سياسي إسرائيلي رسمي قال إن الاجتماع مع الوافد الأمني المصري كان جيدا للغاية وأوضح أيضا المصدر الإسرائيلي أنه تم تقديم مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع وشدد المصدر الإسرائيلي على أنه رغم كل هذا فلن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار بغزة إلا لبضعة أسابيع تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ في قطاع غزة انتشال جثامين الشهداء من المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب القطاع وجرى انتشال 392 جثمانا على الأقل من ثلاث مقابر جماعية تم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خانيونس وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين المقيمين في محافظة رفح يقدر بحوالي 1.1 مليون يعيشون في مساحة 63.1 كم مربع وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية كبيرة وضغطا هائلا على الخدمة الشحيحة والقدرة على الحصول على أبسط صبل الحياة في ظل العدوان أغلق طلاب جامعيون مداخل جامعة سينسبو في العاصمة الفرنسية باريسة في احتجاج على الحرب في غزة مطالبين الجامعة بإدانة التصرفات الإسرائيلية في تحرك مماثل لمظاهرات شهدتها جامعات أمريكية ردد الطلاب هتفاد داعم للفلسطينيين ورفعين الأعلام الفلسطينية على النوافذ وفوق مدخل المبنى مطالبين الجامعة بإدانة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي نشهد الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي الولايات المتحدة وحلفاء آخرين إرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا بعد أن وفقت واشنطن على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لكييف لمواجهة الهجمات الروسية وفي اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وهي تحالف يضم حوالي 50 دولة بقيادة البنتاجون قال الرئيس الأوكراني أن هناك حاجة مسة إلى سبع أنظمة باتريوت على الأقل لحماية المدن الأوكرانية مشيرا إلى أن كييف بحاجة مسة إلى أنظمة وسواريخ باتريوت لإنقاذ أرواح الأوكرانيين على حد تعبيره قال مصدرنا بالمخبرات الأوكرانية أن روسيا تستهدف خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا لتعطيل إيصال الأسلحة الأمريكية إلى خطوط المواجهة وتعقيد اللوجيسيات العسكرية من جانبه قال مسؤولون أوكرانيون أن هجوما استهدف محطة سكك الحديدية في بلدة خاركييف المتاخمة لروسيا أصفر عن إصابة 13 منهم ثلاثة عمال سكك حديدية كانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في أوكرانيا أفادت بأن هجمات روسية استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية في منطقة دونستيك شرق أوكرانيا وفي منطقة خاركييف شمال شرق البلاد ومنطقة شيركاسي في وسطها رياضيانا تأهل الأهلي لنهائية دوري أبطال إصريقيا للمرة الخامسة على التوالي والسبعة عشر في تاريخه وذلك بعد فوزه الكبير على مضايفه مزام بالكنغولية بثلاثية نظيفة المباراة التي جمعتهم على استاد القاهرة الدولية في إيابي نصف نهائي دوري الأبطال سجل ثلاثية الأهلي كل من محمد عبد المنعم في الدقيقة الثامنة والستين وسام أبو علي في الدقيقة الرابعة والثمانين وأكرم توفيق في الدقيقة الثانية عشر من الوقت المحتسب بدل الضائع سيواجه الأهلي في النهائية تراجة تونسية بعد فوزه ثمين على مضايفه ساندعونز الجنوب أفريقي بهدف النظيف